أهلا بحضرتكم من جديد ولسه مكملين كلام عن الحوار الوطني اللي بيشكل مرحلة مهمة في مصار التحاول الديمقراطي في مصر وكمان بيعتبر خطوة جدة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة عشان يكون فيه مساحة مشتركة تكون نقطة أو نقطة انطلاق لمنقشة كافة الأضايا النوعية على الساحة الوطنية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وده اللي بينتظر المواطن المصري من هذه الجلسات أو جلسات الحوار خلينا نتعرف بشكل أكبر عن ماذا ينتظر المواطن المصري من هذا الحوار كيف جلس كل هذه الأطياف بكافة تلوينها السياسية والاجتماعية على مائدة واحدة وعلى أرضية واحدة وهي أرضية الوطن المصري من أجل وصول إلى حلول أو صياغة مقترحات تشريعية أو تنفيذية بصحبتنا النهاردة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب وعضو تنسئي الشباب الأحزاب والسياسين الحديث أكثر عن التفاصيل أو الكواليس اللي تمت فيها الأيام الماضية صباح الخير يا ستنايب وأهلا بكم نوارنا صباح الفل على حضرتك وعلى السيدة المشاهدين صباح الخير عليك يا فندم وحبين نعرف يعني في البداية شفنا جلسات الحوار الوطني بتشمل كافة فصائل المجتمع نحن نتكلم النهاردة يعني فصائل سياسية اجتماعية اقتصادية كل الفصائل متواجدة والنهاردة المبادئ قائم عليها الحوار الوطني هو التفاهم ما بين الفصائل المختلفة والأحزاب المختلفة للإقناع نحن النهاردة مش موجودين عشان ننظر بعض نحن النهاردة موجودين عشان نوصل لحل ونتفاهم كلنا هل ده معناه فتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع يمكن خريطة لأولويات العمل الوطني هل ده مثلا هيساهم في العمل على تخطي ما يواجهه المواطن من تحديات موجودة النهاردة طيب خليني في البداية أبدأ من العنوان اللي حضراتكم وضحتوه في البداية وهو ماذا ينتظر المواطن من الحوار الوطني في الحقيقة من بداية دعوة السيدة رئيس الجمهورية للحوار الوطني هو لم يدعو فئة معينة من الشعب المصري ولكن دعا كل أطياف المجتمع الوطني المصري للحوار بكل مكوناته وكل مجتملاته سواء المكونات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وبدأت جلسات الحوار الوطني من فترة طويلة باختيار المنصق العام ورئيس الأمانة الفنية ثم اختيار مجلس الأمناء ثم التدقيق في الملفات من مختلف الطيارات والمكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة الوطنية المصري احنا كنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنا حارسين اللي احنا نشتغل على كل الملفات بشكل نوعي وبشكل جغرافي بشكل نوعي شفنا الكثير من القضايا المتعلقة بالحوار الوطني وسواء كانت الاقتصادية أو السياسية وقدرنا حواليها ورش عمل سواء كانوا مع المؤثرين سواء كانوا مع النقابات سواء كانت مع مختلف الأطياف المجتمعية وكان فيه عدد من المخرجات سلمت بالفعل للأمانة الفنية وجوالات داخل المحافظات ده من ناحية جغرافية شملت تقريبا كل المحافظات وصلنا للقرى والنجوع والكفور علشان نوصل لأمرين الأمر الأول اللي احنا نرفع عدد من مقترحاته ثانيا التوعية بأهمية المشاركة في الحوار الوطني اللي كان مفتوح المشاركة فيه لكل المواطنين من خلال الرابط الإلكتروني اللي أعلنته الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب فبالتالي ده من حيث بداية الحوار الوطني من حيث مخرجات الحوار الوطني هتشغل كل مواطن مصري لأن في النهاية هيبقى فيه عدد من المخرجات المتعلقة بالاقتصاد وده بيمس حياة المواطنين بشكل يوم متعلقة بالسياسة والمشاركة السياسية وده بيطالب بردك متعلق بحياة المواطنين القضايا الاجتماعية ولو نظرنا لجدول أول جلسات اللي هي خلال الفترة القادمة هيتم عقدها هتجدي أن المحور السياسي حاضر المحور الاقتصادي حاضر المحور الاجتماعي حاضر في أولى الجلسات التي تبدأ بيها الحوار الوطني طيب إحنا عارفين يعني أو معلوماتنا نفيذ 19 لجنة حتناقش حوالي 113 قضية أبرزهم إيه؟ أكتر قضايا ممكن تمثل المواطن بالفعل إيه؟ بطبيعة الحال المواطن دلوقتي بيعيش هم اقتصادي بسبب ما يحدث في العالم وتدعياته على كل أرجاء المعمور رفع الفائدة في الولايات المتحدة أثر على كل دول العالم حنالمس ده زي؟ يعني خليني أقول لحضرتك المواطن بشكل أو بآخر كل الملفات بتمثوا وفقا لطبيعته ووفقا لأولوياته الأولويات الشخصية جزء كبير من الأولويات العامة يعني فيه مواطن هيشغلوا بشكل كبير ارتفاع الأسعار والتضخم لضرب الأسواق العالمية وده أثر على حياته اليومية بشكل كبير لسيما أن الدولة الوطنية المصرية يعني شافت الفترة اللي فاتت الأسعار المتعلقة بكورونا بشكل كبير أسعار الحرب الروسية والأوكرانية واللي قصيد بشكل محدد على عدد من السلعة الاستراتيجية زي الأمح اللي احنا بنستورده من روسيا زي المحروقات اللي هي في نقل البضائع وكذا فبالتالي هيبقى فيه ملفات بهذا الحجم موجود على طاولة النقاش فيه جزء تاني هيهتم بيه العملية السياسية وهنكتشف أن احنا مع بداية الحوار الوطني بنتكلم حول النظم الانتخابية بنتكلم حوالين قانون الأحزاب السياسية متعلق يعني الكثير من الأمور في هذا الاتجاه مثلا ديني عنوية اقتصاديا مثلا اقتصاديا زي غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار يعني احنا مقترحات تنفيذية اما تشريعات هنعمل ايه فيه هيبقى فيه عدد من المقترحات التنفيذية او التشريعات وفقا لي عضيتك عارف ان تحديدا الملفات الاقتصادية ممكن يضغع على الرؤية فيها الجانب الايدولوجي فهتجد مثلا ان الافكار اليسارية في اتجاه معين في محاربة غلاء الأسعار فيه بعض التوجهات الرأسمالية مع توجه معين لكن في الحقيقة اللي هيتم تحديده هو اللي هيصلح للمواجهة للتطبيق ومواجهة غلاء الأسعار هتكتشف ايضا ان فيه الاحزاب السياسية مدعوة وانا اكتشف ان قانون الاحزاب السياسية واحنا قطنسقية شباب الاحزاب والسياسيين لدينا مقترح حول قانون جديد للاحزاب السياسية والنظم الانتخابية وحاضرة من الجلسة الاولى القضايا الاجتماعية منها مثلا القضايا الشهيرة اللي بتهتم بيها عدد من الناس زي قانون الولاية على المال وقانون الولاية على النفس والوصاية بأشكالها وكذا دي كلها والزواج والطلاق وارتفاع نسبهم والتماسك الأسر كل تلك القضايا مطروحة وهي قضايا بتمث المواطنين بشكل مباشر يعني فيه ناس بشكل أو بآخر متضررين من بعض الأحوال الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية فيه بعض الناس متضررين بسبب الأسعار وغيره من الأمور الاقتصادية فيه ناس بتشوف أن هي فيه من أجل مشاركة سياسية أفضل يجب بعض التعديلات التشريعية في قانون الأحزاب السياسية علشان يمنع المحاباة والمغالاة داخل الأحزاب السياسية فتكون قادرة وجاذبة على جذب المواطنين وتمثيل أصواتهم بأفضل شكل ممكن ده المهم أن المواطن يحس بقى أن هذا الحوار يمثله أو بيمث حياته فإزاي إحنا نوصل النقطة دي بالتحديد ليه المواطن؟ هتوصل للمواطن من أمرين الأمر الأول هو فتح باب المشاركة وده تم بالفعل من خلال فتح باب المشاركة للمواطنين العاديين في تقديم مقترحتهم بالإضافة للدور اللي عبناها مثلا كتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين كحلقة وسط ما بين الشائع والأمانة الفنية للحوار الوطني في رفع العديد من التوصيات والمقترحات بعد جلسات الاستماع اللي احنا قدرناها في الشائع الجزء الثاني هو ما يمسه بشكل مباشر بعد انتهاء الحوار الوطني لأن الحوار الوطني هيبقى ليه مخرجات وتوصيات هيكون من أصارها تعديل بعض الأمور الاقتصادية تعديل بعض الأمور الاجتماعية تعديل بعض الأمور السياسية وده بشكل أو بآخر هيعود على المواطن لما يمسوا بشكل مباشر ولما التوصيات دي تبدأ في تور التنفيذ يعني بشكل عام الجلسات منعقدة لغاية إمتى ممكن نشوف مخرجات حقيقية إمتى تشريعيا أو تنفيذين أكيد تنفيذين الأول يعني لو قلنا أن عدد القضايا لحضرتك رصدتها ده هيحتاج لعدد من الجلسات فأعتقد أن الحوار الوطني ممتد لفترة مش قليلة وأنا أتمنى أنه يبقى حوارا ممتدا غير منقطع موسمي بقى شهري بالزبط أما بالنسبة للمخرجات فأعتقد أنك فيه إرادة سياسية حقيقية اللي دعت لي هذا الحوار قادرة على تحقيق وإنفاذ التوصيات بشكل قوي سواء كانت تشريعات سواء كانت قرارات تنفيذية من الحكومة كل المؤسسات هي قادرة على تحقيق التوصيات اللي هتخرج إن شاء الله من مخرجات الحوار الوطني نتكلم عن يمكن الحوار الوطني جفت في وقته زي ما بيقولوا يعني فرصة كويسة للأحزاب سواء المشاركة في البرلمان أو الأحزاب الغير مشاركة في البرلمان إن هما النهاردة يخلقوا حياة سياسية مختلفة إن النهاردة يبقى فيه نوع من أنواع التحاور والتفاهم ما بينهم ويمكن نتكلم النهاردة في إجراء حوار جاد يعني لما يكون فيه آليات لتنصيق هذا الحوار بتختلف والمشاركة المختلفة من كافة الأحزاب وفي هذا الحوار بتبقى هنا النهاردة المواطن نفسه شايفها فنقدر نقول عليه حوار جاد ومختلف خليني أسألك يعني هل ده هيفيد المواطن إزاي إنه هذه الأحزاب المشاركة في الحياة السياسية تجري هذا الحوار الجاد وتستعرض خطتها وبرامجها كيف سيؤثر هذا على المواطن بشكل عام في تأديري إن المواطن المصري هو المستفيد الأول من هذا الحوار الوطني لأنه ببداية الحوار الوطني أصبح شريك رئيسي في صناعة القرار السياسي للدولة الوطنية المصرية والقرار السياسي هنا مش مقصود بيه السياسة فقط السياسة بتشمل الاقتصاد بتشمل المباشرة السياسية بتشمل الاجتماع بتشمل كافة أوجه الحياة فبالتالي هيكون مهم جدا أن تكون تلك التوصيات معبرة عنهم وده هيكون دور القوى المشاركة داخل الحوار الوطني بشكل مباشر أو من خلال التوصيات وأوراق العمل التي قدمت مباشرة من المواطنين الحقيقة هنا إحنا أمام حالة جديدة لها عدد من الدلالات الدلالة الأولى هو استقرار سياسي للدولة الوطنية المصرية وقدرة وقوة على إدارة ومناقشة قضايا بمثل تلك الأهمية أعتقد أن الإدارة الجادة والحوار الجاد هو مسؤولية على كافة أطياف الحوار السياسي علشان نخرج بأفضل مخرجات وتوصيات يقدر يستفيد بيها الشارع المصري ويستفيد بيها المواطن المصري بالمقام الأول يمكن اللقاءات شايفنا مش عارف مين هم المشاركين وإزاي كم تلاوينهم السياسية أو اختلفاتهم الأيدولوجية مع الدولة المصرية ادينا نظرة الجلسة الافتتاحية معبرة جدا الجلسة الافتتاحية كان الحضور فيها لكافة ممثلي أطياف المجتمع المصري إذا تحدثنا عن نقابات فهي حضر إذا تحدثنا عن الأحزاب فهي حضر إذا تحدثنا عن الاقتصاديين فأبرز الاقتصاديين كانوا حضرين إذا تحدثنا عن الرياضة فكانت أقطاب الرياضة المصرية حضر في الحقيقة حالة من الإجماع الوطني على أهمية الحوار وكان معبر عنه الجلسة الافتتاحية اللي شارك فيها كافة أطياف المجتمع الوطني المصري وبيأكدوا على رسالة هامة أن هذا الحوار جاد أن هذا الحوار هام أن مخرجاته وتوصياته يجب أن يكتم التأني فيها والمشاركة فيها مع كل مكونات المجتمع المصري أنا تاني أريد أن أرجع لنقطة الشمولية لأن يمكن إحنا ما شفناش ده قبل كده الأحزاب المصرية كافة تجتمع على حوار وطني الناس شايفة عبر التلفزيون الناس قادرة تشارك فيه كمان فحب أركز على النقطة دي وإيجابيتها يعني هل النهاردة خل هذا الحوار اللي جات في الحياة السياسية نقدر نقول أنه هو نقطة التحول دي حاجة تاني حاجة إزاي بقى منه هنقدر أن ندعم كافة القطاعات نحن نتكلم هنا القطاعات الاقتصادية كمان أنه دولة بتدعم المستثمرين فكيف سيؤثر هذا الحوار الوطني على دعم القطاعات المختلفة خليني أقول وشمولية وجود الأحزاب خلي بالحضرتك من نقطة مهمة الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كانوا مجتمعين وحاضرين على أهمية الحوار وكانوا متفقين على جدية الحوار أحزاب سواء كانت من أقصى اليمين لأقصى اليسار أحزاب مؤيدة أحزاب معارضة كافة وجهات النظر مطروحة على مائدة الحوار تمام؟ بكل توجهاته بكل مجتملاته ده برضو ما كانش يقتصر على الشق السياسي نتعرض للشق الاقتصادي اللي حضرتك تكلمتي فيه أيضا كل المدارس الاقتصادية اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية بل التجارب الدولية هي حاضرة داخل هذا الحوار وبالتالي كل شخص وكل مؤسسة ستقدم أفكارها وستناقش تلك الأطرحات والقابل للتطبيق والذي سوف يشكل المصلحة الوطنية سيكون ضمن التوصيات التي سوف تمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة وهو إيزام ببدء الجمهورية الجديدة طيب وحنا حنعرف إزاي القابل للتطبيق كيف ستكون الآلية لاختيار الأفضل ما بين هذه القرارات خليني أقول لحضرتك يعني الأسس العلمية هي الفيصل النهاردة إذا أردت أن تضع أمر في مجال أنه صالح للتطبيق أو غير صالح للتطبيق ففي مجموعة من الأسس العلمية حاكمة للمسألة دي الخروج عنها هو خروج عن إمكانية التطبيق التوافق معها هو توافق مع مسألة القدر على التطبيق فبالتالي حضرتك ممكن تجي لي بنظرية تاريخية لكنها غير قابلة للتطبيق وفقا للأسس العلمية في الوقت الحالي بالإضافة للمعلومات الكافية لإمكانية تطبيق تلك الفكرة من عدمها فبالتالي لو حضرتك اتبعت الأسس العلمية هتعرف مدى الإمكانية في التطبيق من عدمها بعدت عن الطرق العلمية واتبعت الأمور الشعبوية أو الخطابات الجوفاء اللي بعيدة عن هذا النصق هتكتشف أن إمكانية التطبيق منعدم واحد من مبادئ أو مبادئ الحوار الوطني هم أربعة خليني أقول التفاهم للإقناع الجلسات ليست مناظرة بين الرؤية السياسية الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة وحتى فيه رابط لدخول المواطنين ومشاركة برأيهم وفيه كمان العلام المصري في الحقيقة عامل دور كبير جدا جدا أنهما بينزلوا الشارع وبيسألوا الناس حابين يسمعوا إيه أو يشوفوا إيه في الحوار الوطني وفيه كمان يعني مصر أولا وده أهم مبدأ خليني أتكلم عنه بمشاركة أحزاب مختلفة بيسيبوا انتماءاتهم على جنب ويبتدوا أن هما يحطوا مصلحة الوطن أولا ويقولوا يعني إحنا حابين نشوف إنجازات فيه واحد اتنين تلاتة حابة أتكلم عن النقطة دي يعني لو هناخد من الآخر للأول فهو إعلاء المصلحة الوطنية وخليني يعني أستغل الفرصة اللي أنا مع حضراتكم ووجه رسالة لكل القوى المشاركة بأهمية إعلاء المصلحة الوطنية سواء في الرأي أو الرؤى المقدمة للحوار الوطن والبعد بقدر الإمكان عن المسائل الشخصية أو المصالح سواء كانت الحزبية أو الاقتصادية الديئة إحنا أمام فرصة تاريخية على الجميع أن يعمل لإنجاحها إعلاءاً للمصلحة الوطنية المصرية فكرة النقاشات والحوارات قائمة على التفاهم بقدر إحنا كتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين نعي يقيناً هذا الأمر لأن إحنا أصلاً أسسنا كمنصة حوارية تجمع بين مختلف طيف السياسة في مصر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من مؤيدين إلى معاردين وكنا دوماً في حالة حوار ونعي يقيناً أهمية الحوار ونتائج تلك الحوار أنها نتائج سائية وأن الاختلاف في وجهة النظر لا يفسد للوطن قضية كان رأينا من البداية وندعم هذه الفكرة بقوة صحيح طيب تنسيت شباب الأحزاب بتعمل إيه؟ ده سؤال برضو مطروح على السحة هل أنتو بالأمر متصر فقط على التنظيم ولا المدخلات ولا الأراء يعني كلمني على مستويات مشاركة تنسيت شباب الأحزاب من اللحظة الأولى اللي أعلم فيها السيد رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية عن بدء حوار وطني إحنا تلقينا هذا النبأ بسعادة بالغة وقمنا بعمل ضخم خلال الفترة اللي فاتت في تأديري على المستوى الفني وعلى المستوى الجغرافي للجمهورية مصر العربية على المستوى الفني قدرنا العديد من الورش مستعينين بالخبراء والفنيين المتخصصين في كافة الأضايا سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية علشان نعرف توجهاتهم علشان نعرف نوصل لكافة الرؤى والإطرحات المتعلقة بهذه الأمور أما على المستوى الجغرافي إحنا وصلنا إلى النجوع والقرى والكفور في أقصى محافظات مصر يعني من اسكندرية الأسوان زرناها علشان سواء كان من خلال أعضاءنا أو النواب في مجلسي الشيوخ ومجلس النواب كلهم كان في لقاءات مستمرة علشان يحصل جلسات مع المواطنين بشكل مباشر ورفع التوصيات وكان عندنا كمان قبل رفع التوصيات في أمور كانت بتحتمل معالجات تشريعية أو معالجات رقابية في مجلسي النواب والشيوخ دي ما انتظرناش فيها اللي احنا نقدمها للأمانة الفنية للحوار وتقدمنا بيها كل أمر حسب ما يحتمل اللي كان محتاج أداة رقابية تقدمنا بيها واللي محتاج أداة تشريعية تقدمنا بيها واشتغلنا بالفعل مع الجهات التنفيذية في تحقيقها وصولا للمرحلة الحالية والتنسيئية مشاركة قوة في كافة الملفات والورش المعقودة داخل الحوار الوطني ما فيش قضية مطروحة داخل الحوار الوطني إلا والتنسيئية مقدمة في ملفه وفي أحد أعضاء التنسيئية يتقدم بطرح متعلق بهذا الأمر أو بتلك المسألة أو بتلك القضية يمكن منصق الحوار الوطني الأستاذة طبعا دياء رشوان أكد أن الحوار بلا خطوط حمراء شايف ده إزاي؟ سقفنا الدستور السقف كل حد يتحدث في إطار الشرعية الدستورية للدستور القائم وهو العقد الاجتماع للدولة الوطنية المصرية من حق يدلي بما يراه من رأي وفي الحقيقة الفايصل في الآخر هو إمكانية التطبيق على أسس علمية فإذا وجدنا أمر متعلق بمسألة ما قابل للتطبيق وقابل على وضع مزايا للمواطن بشكل أو بآخر تمام ومبني على أسس علمي وهنا أنا بحط خطين تحت أسس علمي لأنه قد يكون هناك كلام بيداعب المشاعر يداعب العواطف لكن في الحقيقة هو حديث شعبوي اللي غير مبني على أسس علمية وغير قابل للتطبيق فده إزاي هيتم التطبيق؟ أنا عايز أوصل لده أنا لو عايز أمسك ده ده معنى آخر أنا عندي قطاع كبير من المواطنين عندهم رؤى قد تتفق أو تختلف معها بس هو نيته صفية هو عايز البلد تبقى أفضل ممكن يبقى أسلوب وحش أو أسلوب وحل بس في النهاية برضو إحنا بنتكلم على أنه هو نيته صفية أنا أجيبه إزاي هذا المواطن حضرتك في الحوار الوطني إزاي تكتزبه علشان يخش على الإيميل ويشارك ويبقى عضو فعال بدل ما يبقى فيه نقدة هدام يبقى فيه نقدة بناء ده دور بالفعل إحنا قمنا به من حملات التوعية أثناء جوالتنا في المحافظات ومن خلال منصتنا الإعلامية كتنصقية شباب الأحزاب والسياسيين في حس المواطنين على المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني وفي الحقيقة مش الاستحقاق الأول ولا الأخير اللي احنا بنقوم بهذا الأمر احنا طول الوقت بيبقى عندنا توجه عام بأهمية الدعوة للمشاركة لأي استحقاق والإدلاق بوجهة نظر هذا الشخص أيما تكون وجهة النظر دون إملاء قمنا بهذه المسألة ومستمرين فيها ومن خلال برضو كمان برحضرتك بندعو المواطنين للاستمرار في المشاركة الاستمرار في متابعة الجلسات المستمرار في مسألة التقييمات اللي موجودة في التوقيت الحالي حول عمل الحوار الوطني ده شيء مهم لأن في النهاية مخرجات وتوصيات الحوار الوطني هتمثل المواطن المصري في كافة القضايا اللي بيقابلها كل يوم من أول مواصلاته لغاية الأكل والشرب لغاية الزواج والطلاق والأحوال الشخصية أنا ببسط الأمور كل دي هي قضايا مطروحة في الحوار الوطني ومخرجاته هتمثه بشكل مباشر وبالتالي مشاركته الإيجابية في الحوار الوطني ودعوتنا ليها من اليوم الأول ده أمر مهم وأمر ضروري كلنا يجب أن نتكاتف علشان المواطنين يشاركوا فيه هل في الحوار الوطني فيه تباحث يمكن لرؤى أو فيه خطط لدعم دور المرأة أو خلينا أقول فأتلا أولا برعاية يعني ذوي الإعاقة هل فيه دم موجود في الحوار الوطني؟ طبعا فيه لجنة متعلقة بالشباب لجنة متعلقة بزاوي الهمم من متحدي العهاقة لجنة متعلقة بالمرأة كلها من أولويات العمل الوطني وكلها مفتوحة للنقاش وكلها مدام ما دمنا في إطار الدستور فكل شخص لي وجهة نظر في أحد تلك الأولويات يتقدم بيها وفي النهاية القابل للتطبيق سوف يتم تطبيقه يعني احنا بننتظر أن الناس كلها تشارك وبننتظر أن الناس كلها أيضا تدلي برأيها وتخش وتشتبك زي ما بيقولوا ويدلب قراءهم ويبقى فيه نوع من أنواع التبادلية والأرياحية في التعامل مع لجنة الحوار ولكن أنا برضو يعني بقول أن فيه لازم يبقى فيه دور لي كنته حتى كتنسيج شباب أحزاب تحديدا لأنكم ربما يعني جيل الوسط أو جيل المنتصف أنكم تكذبوا هذا الأمر ما فيه شألية لده ساتنا الدور القائم أنا وضحته لحضرتك من اليوم الأول ومستمرين فيه بكل أدواتنا وبكل وسائلنا من اليوم الأول للدعوة للحوار الوطني التنسيقية على مدار الساعة عمل وجهد في دعوة المواطنين السماعة للمواطنين حسهم على المشاركة بأراء ورؤى في الحوار الوطني وصولا لليوم الأخير بالتوصيات والختام إحنا منعقدين والأهمة تبسيط هذا الأمر علشان نشتغل بهيئتنا التشريعية وهيئتنا التنفيذية للتأكد من أن أولويات العمل الوطني كمخرجات من الحوار الوطني يتم تنفيذها سواء كانت بمقترحات تشريعية وإحنا هيئتنا البرلمانية في مجلس النواب والشيوخ جاهزة لهذا الأمر كمقترحات تنفيذية في كل المحافظات قادرين على تحقيق هذا الأمر إنجاح الحوار الوطني هو مسؤولية على الجميع سواء أثناء جلسات الحوار الوطني وصولا لمخرجات الحوار الوطني وصولا إلى تنفيذ وتطبيق مخرجات الحوار الوطني بأولويات للعمل الوطني خلال المرحلة القادمة وإحنا جاهزين لهذا الأمر وإحنا نتابع يا فندم وأكيد مستنين كمان مخرجات الحوار الوطني منتبعها أول بأول وبتتمنى لكم بالتوفيق لأن زي حضرتك قلت وجودكم في قرى ونجوع وحتى الملاطق الحدودية يمكن أنتم رحتوا عشان تعرفوا المواطن هيبقى محتاج إيه وتوصلوا ده يمكن ده الدور الكبير اللي أنتم بتلعبوه وده المهم أنه توصلوا صوت المواطن داخل الحوار الوطني فمشاركة الأحزاب هي حاجة مهمة جدا جدا لكن في الأول وفي الآخر هو كل ده للمواطن فمهم صوته أكيد يوصل كل شكر لك سياتر نائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب وعضو تنسقية شباب الأحزاب شكرا يا فندم على وجودك معنا شكرا لحضراتكم شكرا لستاذ المشاهدين